الأهلي زي ما حضراتكم عارفين فقد ثلاث نقاط أكيد غالين جداً أمام بيراميدز وطبعاً اختلاف كبير برضو بين مباراة مبارح ومباراة فيوتشر كلنا قلنا بعد هذه المباراة أنه خلاص بقى الأهلي رجع والأهلي رجع إن شاء الله وراجع ولكن الأداء والروح والعزيمة والإصرار وروح الفانيلا الحامرة لسه يمكن في الطريق أو لسه يمكن فيه تعثر شوية بس تاني هرجع أقول إحنا هنرجع تاني لأن الأهلي معودنا على كده معلش ده حصل بلغة الأرقام والتاريخ قبل كده لكن إحنا لازم يبقى عندنا ثقة أن الأهلي يوم بيتكعبل كده مش هقول بيقع بيتكعبل بيرجع يقف على رجليه مرة تاني ده اللي احنا عايزين نركز عليه بشكل كبير جدا حنستعد لنهائي الكاس طبعا أمام الزمالك يوم الخميس مباراة في غاية الأهمية لكن لازم نستعد كويس قوي ونتكلم عن المشاكل ونتكلم عن يعني ما هو قادم وإزاي برضو الإدارة لهذه المباراة مفروض أن هي تكون كل ده مع كابتن إيهاب المصري نجمع ونتخب مصر طبعا السابق اللي بنوارنا النهاردة لا أنا شايف حز لا 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 إحنا لسا بنقولي أنا عارفا وكلامي أكيد لنهائي دبيل فقرة اللي هو الأهلي بتحكم في الموت بتاعنا من قطر عشقنا ليه ولكن كابتن إيهاب ده أنت كنت في الملاعب ده أنت كنت جاء المطبخ بتحصل صباح الفل صباح الفل عليكم وكل سلامهم طيبين وكل سلام ومشاهدين بخير وكل ممهور النادي الأهلي بخير طبعا الخسارة والمكسب بيتحكم في الموت بتاع الشخص العادي أكيد طبعا بيتحكم في الحالة العامة للجماهير مع عودة كمان الناس اللي شغلها النهاردة فالناس كلها يعني الحالة من مبارح في الموت مش تمام لكن النادي الأهلي مبارح قدم واحدة من أسوأ مبارياته للفترة الأخيرة أداء غير متوقع بعيدة عن الأداء حالة الحزن اللي عند جمهور النادي الأهلي وعند كل جمهور النادي الأهلي ومحبة وشك النادي الأهلي مش راجعة للأداء بس هي راجعة للروح للإنعدام الصقة مبارح نعيب النادي الأهلي مش مرحلش اللقاء كانش فيه روح ما كانش مش عايزة أقول كلام أقوى من كده لكن فعلا مبارح يمكن نتكلم قبل الهوى إحنا لو النادي الأهلي مبارح قعد يومين ثلاثة بيلعب من مبارا والمباراة المتدت النادي الأهلي ما كانش مدي مؤشرات اللي هو ممكن يحرز أي أهداف كانش ممكن يؤدي أداء أفضل من كده ودي حالة غريبة جدا على عيبة النادي الأهلي فيها أوقات كتيرة الروح يعود الفنيات يكون اللقاء عنده روح عنده رجولة عنده دم يكون ده كله يعود للفنيات الجري في الملعب ممكن يعود لو أنا مش في حالة الفنية ممكن أدائي الرجولي الجري معدلات جري في الملعب بتعود كل ده لكن مبارح أنا ما شفتش الكلام ده شفت حارة لام وبلاء رهيبة جدا حارة لام وبلاء غريبة على عيبة النادي الأهلي روح الفنية الحمرة اللي احنا لسه نتكلم عليها مش هي دي مش هي دي حتى وانت في أسوق حالاتك هتلاقي اللعيب بيجري بيموت نفسه بيبقى فيه إهانة للعيب في الملعب بيحاول يهين نفسه بكل الطرق حتى لهو فنيا مش في كمال عبسانة زي حاجة معيش أنا هارجع وقارن شوية ما بين فيوتشر وبيرميدز وقت فيوتشر قلنا عادة الروح العزيمة موجودة مش هقول إيهان اللعب يهين نفسه بل اللعب أنا فهمه اللعب يجيب أخره في الملعب فيه تفاني فيه فيه تركيز فيه كل الكلام ده ده قلنا في فيوتشر لا من كم يوم طب معلش هو أنا لما أجي أتكلم وحلل المنظر بهذا الشكل وبعدين يحصل العكس إلى حد كبير مش هقول تماما بس إلى حد كبير مع فيرميدز فين المشكلة يعني طالما أنا وصلت لده إيه اللي خلاني أرجع تاني يعني كل حاجة وعكسات عمل يعني كل حاجة بالزبط كده الصح كل اللي اتعامل في فيوتشر اتعامل عكسه والغلط تماما كل الغلط اتعامل الضغط العالي اللي اتعامل في فيوتشر والضغط المنظم والروح والتحرر بدون كرة للعيبة النادي الأهلي اللي حصل المباراة اللي فاتت في فيوتشر من بارح شفنا عكسه شفنا الضغط العالي بعشوائية ما شفنا شفنا ضغط غير منظم بالمرة شفنا ما فيش تحرر ما فيش العيب بيظهر لزميله بدون كرة ما فيش تحرك بدون كرة اللعبة النادي الأهلي كان بتهرب من الكرة بشكل كبير جداً بتهرب من بعضها بتهرب للاستلامها نص ملعب النادي الأهلي فقدوا بشكل كبير جداً هل بيرمتز كان أفضل من فيوتشر على الأرض في الملعب مثلاً ولا راجع اللعبة أصلاً يعني برضو الفترة كان فيه كم يوم يعني مقدرش أقول إن كان مثلاً فيه ضغط شديد أو ما خدوش وقتهم يعني بتفسر ده من وجهة نظر حضرتك برضو لعب كنت في القصة نفسها بيرمتز فنياً أعلى طبعاً أكيد عنده سكوات قوي جداً عنده خط وسط قوي جداً قدر يتحكم في سر اللقاء بشكل كبير جداً الراجل بتاعهم يشتغل على اللقاء بشكل كويس استفاد من الأخطاء اللي وقعت في مباراة كاس مصر مع كابتن سامي أمسان وكان لازم ريكاردو سواريش يتفرج على مباراة كاس مصر وقدر يستفيد من اللي حصل فيها لكن العكس مباراة حصل تكيس هو اللي استفاد بشكل كبير جداً من اللقاء وسط ملعب بيرمتز كان ليه الأفضلية وليه الخطورة محترف في بيرمتز كمان خلينا نقول أن المحترفين في بيرمتز كان هما كلمة سير مبارا هما محور أداء بيرمتز سواء بلاتي توري أو وليد الكارتي أو فخر ديب نيوسف وده اللي مفتقده نادي الأهلي الفترة دي أنه لازم يفرق بحجم نادي الأهلي اللعيبة المحلية في مصر عامة حتى في فترة الانتقالات اللي جاية كلها المستوىات متقربة لكن اللي بيفرق في الدورة المصري هو الكواليتي بتاعي اللعب المحترف وما ينفعش فرقة بحجم النادي الأهلي والمنافسات القرية والجمهورية الكبيرة جدا فيها النادي الأهلي يكون ده مستوى محترفينه لأن مثلا بيرستاون مكسيوني مصابين مش موجودين حتى أداهم بيبقى فيه عليه علامات السفام كبيرة جدا لما بيكونوا موجودين غياب بدر بنون ديانج أعتقد الفترة الفترة فقد تركيزه داخل الملعب بفكر في حاجات ممكن يكون أوروض الاحتراف أو الكلام ده كله مؤثر عليه بشكل كبير مش هو ده أداء ديانجي بشكل يعني انت بتشوف كابتن إيهاب إن فيه تشتيت من قبل اللعبة تشتيت تحديدا أنا بحمل يعني خلينا نكون متفقين ومتحملين عليهم لكن احنا بنحمل لعبة النادي الأهلي مبارح الأول فترة دي كل اللي بيحصل في النادي الأهلي لأن زي ما هم وررون في مباراة فيوتشر مدام انت عندك خلاص ما تبخلش على لعبة ما تبخلش على الجمهور النادي الأهلي ما هي دي نقطة أنا عندي